السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد اهلا بكم طلبة وطالباته لامور الصف الخامس الابتدائي ان شاء الله مكملين مع بعضينا منهج اللغة العربية للترمي التاني عشرين تلاتة وعشرين ياريت سنة خمسة واول مرة اشوف قناة تشترك فيها واتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد وتعمل لايك للفيديو ان شاء الله انحلم مع بعضنا النهاردة اول درس مقرر علينا في مادة اللغة العربية للترمي التاني وهو بعنوان نص لاستماع البورصة المصرية ان شاء الله انحلم مع بعضينا من كتاب المدرسة من صفحة اتناشة لصفحة تلات تاشر يلا بنا سنة خمسة نشوف الفيديو بتاعنا عند الترمي التاني بيبدأ من المحوى الثالث هو بعنوان مجتمعي نشوف مع بعضينا الدرس بتاعنا عندنا الموضوع الاول السوق المصري عندي نشاط واحد قبل الاستماع انت تمتلك مصنع منسوجات وتريد ان تشتري بعض الالات حتى يزيد الانتاج ولدى صديقك بعض المدخرات ويود ان يستثمرها يعني انت عندك مصنع منسوجات وعايز تشيري بعض الالات حتى يزيد الانتاج بتاعك بس انت معكش المقدر على شراء هذه الالات ولدى صديقك بعض المدخرات يعني صديقك عنده بعض المال ويود ان هو عايز يستثمر هذا المال رقم الى بيقول لك هل يستثمر صديقك مدخرات في مصنعك تقول طبعا ايه نعم بالتأكيد طب رقم بقى قال ما الضمان الذي يجب ان يحصل عليه صديقك لحفظ هذه المدخرات الضمان يعني اللي صعبك بعد ما يديك الفلوس دي هيحفظ هاي يحفظ دي طبعا انت هذه المدخرات بتاعته دي ازاي هيحفظها ازاي الضمان اللي انت تحفظه بهذه المسلا المبلغ لذي مسلا وضعه لك في المصنع بتاعك قال له ممكن طبعا ايه قال لحفظه المدخرات صديقي له ممكن يشاركك في المصنع وممكن انت تديه الواصل بما ايه بما دفعه بل حفظه مدخرات صديقي له ان يشاركني في المصنع او يقوز وصلا بما دفعه نشاط اتنين جال يبقى في اثناء الاستماع ضع علامة صح امام الجملة الصحيحة وعلامة ايه وعلامة خطأ امام الجملة غير الصحيحة رقم الف سليمان شريك في الشركة العملاقة التي رأى طبعا العبارة صحيحة بطبعا ايه الدليل عزاك ان ابوه شرى له ايه اسهما هو ايه والعائلة في البورسة المصرية رقم باء بدأت فكرة البورسة بمحافظة القاهرة لأول مرة لبيع القطن طبعا العبارة خاطئة ده بدأت فكرة البورسة المصرية بمحافظة الايه الاسكندرية لأول مرة لبيع القطن رقم جيم البرسة هي صوب لبيع وشراء الاسهم وسندات العبارة صحيحة اسوى رقم ده لما يحدد المكسب والخسارة هو ديون الشركة طبعا العبارة هنا خاطئة طبعا اللي بيحدد المكسب والخسار هو ايه العرض والطلب نشاط تلاتة قال لي بعد الاستماع رقم الف اذكر موقفا اعجبك في القصة ومعلومة جديدة تعلمتها طبعا الموقف الذي اعجبني في القصة هو سول ايه حوار سليمان مع والدي طب اه هي المعلومة اللي انت تعلمتها في القصة طبعا تعلمته عرفت بداية حكاية البورسة المصرية من اين ايه بدأت رقم بقا جلي صف شعور سليمان حين شاهد الاول مرة الشركة وعرف انه شريكا بها طبعا كان سليمان يشعر ايه يشعر بالاندهاش السؤال رقم جيم اللي حل العناصر القصة هنحل العناصر القصة طبعا احنا عارفين عناصر القصة خادناها مع بعضنا في سنة ربعة عند الشخصيات عند الزمن ومكان عند بداية القصة وعند الموضوع وعند النهاية طبعا عند الشخصيات اللي كانت موجود معي في القصة طبعا عند مين الاب عندنا سليمان رقم اتنين الزمن والمكان طبعا هو كان رايح مع ابوه يشتري ملابسه في وقت الصباح في احد ميادين ايه وسط القاهرة رقم ثلاثة بداية القصة طبعا وقف سليمان فجأة امام احد الابراج العالية لشركة عملاق اربعة الموضوع طبعا الاشتراك في الشركات من خلال الاسهم او السندات رقم خمسة جل النهاية طبعا سأصبح شريكا في اهم شركات طبعا صفحة رقم 13 عندي نشاط اربعة لاحظ ثم اكمل مديني فقر ومسألة وسألة رقم قال الحرف المشترك في الكلمات الثلاثة طبعا هو ايه عندي الحرف او الحرف المشترك طبعا هو حرف الهمزة رقم با قال حركة الهمزة في الكلمات الاولى كانت ايه طبعا فقر فقر لنجي ننطق الهمزة هنا اللي جاء عليها ايه سكون والثانية طبعا مايه مسأة عليها فتحة والثالثة كانت طبعا الفتحة سأة سأة لا رقم جيم اذا كانت الحركة الاقوة هي الفتحة كتبت الهمزة المتوسطة على الالف يعني انا عندي الحركة الاقوة طبعا عندي هي ايه الفتحة لما يكون الحركة الاقوة هي الفتحة بتكتب الهمزة على الالف الهمزة المتوسطة بتكتب عليه على الالف رقم دال قالوا تكتب الهمزة المتوسطة على الالف في الحالات الاتية اذا كانت حركاتها السكون وحركة الحرفة الذي يسبقها الفتحة كما في كلمة ايه فقر بحنا بنكتب الهمزة المتوسطة على الالف اذا كانت ايه اذا كانت هذه الهمزة ايه عليها سكون والحرف الذي يسبقها عليه فتحة رقم اتنين اذا كانت حركتها الفتحة وحركة الحرفة الذي يسبقها السكون زي كلمة مسألة مسألة بحنا بنكتب الهمزة على الالف المتوسطة اذا كانت هي مفتوحة والحرفة الذي يسبقها ايه ساكن رقم ثلاثة اذا كانت حركتها الفتحة وحركة الحرفة الذي يسبقها برضو الفتحة زي كلمة سألة بحنا بنكتب الهمزة على الالف المتوسطة اذا كانت هي مفتوحة وما قبلها ايه مفتوح رقم اربعة اذا كانت الحركة الاكوهي الفتحة كتبت الهمزة المتوسطة على ايه على الالف الاستنتاج جال لك عندك كتابة الهمزة المتوسطة بتنزل لحركتها وحركة الحرف الذي يسبقها بحنا بنبص لحركة الهامزة نفسها المتوسطة والحرف اللي جاب ليها وتكتب على ما يناسب أقوى الحركتين قال لك إن القصرة دي أقوى من الضمة والضمة أقوى من الفتحة والفتحة أقوى من السكون نشاط خمسة قال لصوب الخطأ لي ملاقي بالجمل الآتية سألت الله لكم التوفيق والنجاح طبعا سألت سألت هنا ترسم الهامزة على الألف المتوسطة لكم التفوق والنجاح رقم با لا يسأم المجتهد المذاقرة يسأم 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 عند هنا الهامزة المتوسطة ساكنة وما قبلها مفتوح بترسم الهامزة على الألف رقم جيم يأمر القائد الجنود بالدفاع عن أرضهم عند برضو هنا الهامزة الهامزة هنا ساكنة وما قبلها مفتوح يبقى ترسم الهامزة هنا على الألف المتوسطة يأمر القائد الجنود بالدفاع عن أرضهم رقم دال للمرأة أثر كبير في المجتمع للمرأة ترسم هنا الهامزة على الألف المتوسطة لأن الألف اللي معانا هنا طبعا إيه؟ ترسم هنا الهامزة هنا على الألف لأن ما قبلها ساكن وهي إيه؟ وهي مفتوحة للمرأة أثر كبير في المجتمع نشاط ستة قال أكتب ما يملى عليك نجرى مواضينا القطعة وطنه والحضن الدافئ الذي نلجأ إليه في جميع الأوقات صغارا وكبارا ففيه نشأنا وعلى أرضه طرعرعنا فهو مأوى الطفولة فالبيت والشارع والمدرسة أماكن تتمتع فيها بحقوقنا ونودي واجبتنا ففي البيت بنشعر بالأمان والإطمئنان ترتاح أفئدتنا وتستقيم شؤوننا وفي الشارع نخالط الأصدقاء ونقضي أجمل الأوقات أما المدرسة ففيها نجني الفوائد ونقيم لمقدمة العلم موائد وبكده سنة خمسة وصلت معاكم من نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوا لشفى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته